اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واضافت انه يمكن للسياح ايضا استكشاف مدينة الرباط التي تشهد فورة تنموية مستعرضة العديد من نقاط الجذب التي تميز عاصمة المملكة وكانت قناة سي ان ان التلفزيونية الامريكية اختارت بدورها المغرب ضمن افضل الوجهات التي يمكن زيارتها خلال السنة الجارية واوسط في مقال على موقعها الالكتروني ضمن قسم السفر السياح بزيارة المغرب واستكشاف اماكن اخرى في المملكة مثل تطوان ومكناس الاقل ازدحاما لكنها بلا شك تضاهي في جاذبيتها المدن الاكثر شعبية من قبيل مراكش والرباط وفاس وحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي فمن المتوقع ان يسافر حوالي 4 في 7 مليار شخص عبر العالم خلال سنة 2024 واعتبرت بلومبرغ ان هذا الاتجاه يختلف عن السنوات السابقة التي اتسمت اساسا بتداعيات جائحة كوفيد 19 وعدم اليقين الاقتصادي والصراعات الجيوسياسية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة